كنا عايشين كنا عايشين تعرفي يا شاكريتي شو يلي بيهرني أحياناً؟ المهم ما أكون أنا لك لا أنت مالك علاقة أنا عم أحكي قدامك لحتى فطفة فطفة تقبرني أبو عاجوقة وخد راحتك أصلاً منيح البني آدم بفطفة بالحكي لأنه في ناس إذا عصبت بتصير تشرق وتغرب وتخبط بالعفش والغراض وما بعرف شو أنت ما بتعملها ما علينا شو كنت بدك تحكي؟ كنت بدي أحكي على هالحكومة المهضومة شيتنا حلوة هاي الكلمة حكومة مهضومة هاي الهضمية جاية من الأمل بالعمل شيت أبشى ورمى هاي بكل شي مهضومة بس أنت شو يلي داير براسك تقبرني؟ يا شكرية أنا ابن الغوطة يعني ابن الزراعة والخيرات صح؟ صح من لما وعيت على هالدنيا وأنا بقرأ اسم وزارة الزراعة والأصلاح الزراعي ولما سألت أبي قال لي هو كمان وعي على هذا الاسم وبصراحة ما لحقت اسأل جدي من أمتى هالاسم أنه يعني يا شكرية السؤال اللي بيحك الرأس وبيهرش فيه ريش أنه ما خلصوا من الأصلاح مثلا طولها سنين يعني الواحد بيصلح سنة سنتين ثلاثة لخمسة عشرة بس أنه جيل وراجيل ولساتهم عاملين للأسم زيل بالأصلاح الزراعي تزييل؟ أصدق ابن عمي مو زيل هداك الزيل شيت يلا حليها مستورة يلي بيحكي روسي بيفهم يترجمها انا ما بحكي روسي انا يا دوب برقليج عن اللهجة الشامية باللهجة الحلبية المهم هذا الأصلاح الزراعي والذي منه هنما قدروا يصلحوا والناس صارت تموت من الجوع والسوء بس لي اللي معه مصاري لأنه يا حصر على المعترين هلا يا شكرية بعد كل هالخراب يلي عملته الحكومة المهضومة والله ما عادي يلبق زيل أصدي تزييل تزييل الأصلاح الزراعي الله يصلحون يعني صار بدها اسم جديد وراء كلمة وزارة زراعة لأنه عيب يعني وخاصة أنه مسيرة التطوير والتحديث والتزمير ماشي على قدم وساق ومحراس وزحليطة والله ما عاك حق يا أبو عاجو وما عادي تلابقى وخاصة أنه الخير عم يطفطف طفطفة بعد كل هالأصلاح الزراعي يلي عملوه والأرض خضراء وحظنا أخضاء تتذكر برنامج أرضنا الخضراء على التلفزيون أكلوا الأخضر واليابس يا شاكرية منرجع لأول حديثنا شو يلي كنت بدك تفطفد من شانو وإنه ذاعجة معقولة بس الاسم شيط الأصلاح رح تذعلني منك ها هي كلها حركة صحيحية من الأب القائد لنسيت أنت مو بس وزارة الزراعة وإصلاح وركلجة وتذيين ما بيصير تقلل منها وتعملها زين بالروسي أنا يا شاكرية عم بحكي ببراءة أنت عم تلغمي الكلمات وتحطي الأبهارات بعدين شو هي سيارة ليركلجوها ويدوزنوها وعلى الأولى خرزة زرقة وشحاطة لك هاي دولة صحيح الناس يلي فيها جوعانين وعم يستنوا الزراعة تنصلح أحوالها وبردانين عم يستنوا صوفات غنمات الزراعة يلي بدوا ينصلح حالها وعطشانين فوق منها وعم يستنوا الغيمات يلي بيجوا على الأرض الخضرة يلي بدها تزراعها الوزارة يلي بدوا ينصلح راسها ومرضانين وما عم يلاقوا ماليسي وبابونيج وصابرين لحتى ينصلح حال الوزارة بس بيضل اسمها دولة ماشية على سكة التطوير والتحديث والنزيم النوع أبو عجوقة أنت عم تحكي شروي غروي ها وضيعت المشاهدين ورح تفوضنا بالحيط صلح حكياتك لحتى أفهم على شو أنت زعلان شو اسمها دولة وشو صارت تبيع الزيت بالأمق شو عم تحكي أنت شفتي مين عمي آهر ويحكي شروي غروي وفوتنا بالحيط كمان أنا رح أرجع لراس الخيط مو للحيط عنا وزارة اسمها الزراعة والإصلاح الزراعي صح؟ صح شو صلحت بها السنين الطويلة يلي صار إلها زيل وتزيل لحتى الناس ما عادة تملأ يرغي في خبز قولتك ما قولة يكونوا صلحوا الزراعة وقام خرق بالفرن يا ابن الحلال أنت ليش عم تتناسى التصحيح من أوله لآخره؟ نحن مقبلين عليها والوطن عزيز والوطن غالي ورح يحتفل بالتصحيح هادي الشهر يعني معزومين عالطقش والفقش والنزي منه؟ لكان في خواريف بالنص أكبر من الخاروف يلي تخورفنا فيه بعمرنا من وراها التصحيح يا شاكرية البلد كله تخورف شوفيلي على هالخرفان؟ شوف على هالتصحيح بالنسبة للشعارات الشعارات هي كانت لتلميع صورة المقبور حافظ طبعا وفايد منها يعني كان رح يستفاد منها عم يستفاد منها كان عم يستفاد منها ناس معينة بسوريا وبس ما يسمى الحركة التصحيحية المزعومة واسترم حافظ الأسد الحكم كان لفعزيز طائفته أعتقد وأنا متأكد يعني أنه لو استلم شخص تاني رح تكون سوريا من الدول المزدهرة والمتقدمة ومن الدول المنافسة في الشرق الأوسط رح تكون بس ولكن تم استغلال استلامه للحكم لتعزيز طائفتهم وتعزيز الشي بيخص القلون يعني بالدرجة الأولى صدقني لو كنا عايشين بالحركة التصحيحية كان وضعنا الاتصادي والزراعي وكل شي كان أفضل بكثير هاي كانت بس مسميات وشعار لبيت الأسد فقط لا يكتب يعني بالنتيجة بنفهم يا شاكريه إنه يلي بده يطبق القوانين تبع الأصلاح هو نفسه بده أصلاح هذا لو كان بيصلح حاله الله وكيلات بيقول المثال حطوه بالقالب 40 سنة أنت عم تحكي بالروسي سايرا تعرفي لغات؟ أنا إيه أنت زي المين يلي حطوه بالقالب 40 سنة؟ صحيح أبو عاجوقة على سيرة الأربعين سنة قديش طلنا بمسيرة التصحيح لوصلنا لهالرفاه يلي نحنا فيه بلا حساب طيّم عدي على أصاميعك 30 سنة قبل الألفين هاي الصورة أصلاح زراعي أبو عاجوقة؟ لا هاي الصورة شيط الأصلاح الزراعي لك هاي عم يشتفو الدرج من فوق لك رح تنسيني يلب الموضوع يلي سألتيني عنه أنا من خبرتي بالسيارات وبتعرفي خبرتي قديمة من أيام الشحاطات اللي بلاستي بقول إنه هادول الناس لما ما يصير فيه مشكلة بالسيارة بيكبوها وما بيصلحوها لأنهم متعبانين بحقها هي سرقة وسرقة من أكلنا نحن هالمواطنين معناتها ما في أمل من هالتصحيح وهي قصة الأمل بالعمل لساتها على نفس القلب والله مالك قليلة يا شكريتي على القليلة بتحكي من قلب مجروح مو مثل يلي بيمثل عن الناس إصلاح وتصحيح مجيد وباني سوريا الحديثة وبعدين مسير التطوير وتحديث وبعدها أمل بالعمل أسامي كبيرة وعناوين يلي بيسماها بيقول ما شاء الله شو هالقيادة الحكيمة يلي ساحب كل هالسحبة لتبنيها البلد والحبل على الجرار من تسميات براقة وعلى سيرة الجرار والتركتور والإصلاح الزراعي تعرفوا أنه كانت تيجي لسوريا هدايا مئات التركتورات من الدول يلي كانت على أساس صديقة بيقوم النظام أبو تصحيح بيبيعها للناس بمئات الألوف مع أنه كانت أحيانا مستعملة ومبخوخة ومصدرة لعنا وبتعرفوا أنه كان حق التركتور أيام التصحيح المجيد أبو إصلاح الزراعي عشرات أضعاف حقه بالدول التانية تعرفوا أنه كل الدول تقريبا ما بتحط ضريبة على الآلات الزراعية ليش؟ لأنه إلها علاقة بتطوير حياة الناس واقتصاد البلد إلا عنا مع جماعة التصحيح والإصلاح الزراعي بياخدوا ضريبة رفاهية ويمكن الفلاح بصفعة دور سنين ليحصل على هذا التركتور كم ليش كريا اللي بيطلع من خاطرك والله شي بيغصص وبيحصر القلب والله إذا بحدت أنا ما بيخلصها بكرة الصبح قلت لي إصلاح وتصحيح وذهب مع الريح قضينا عمرنا ونحنا نسمع ونقرأ عن هيك شي لحتى صاروا عيوننا وأدنينا وكل جسمنا اهترا وصار بده إصلاح ولسه هنن عم يطبلوا ويزمروا للإصلاح والتصحيح العتب مو عليهم العتب علي لساته بيدبك والغبرة بتطلع من تحت صباته لفوق راسه وهو منتخي وبآخر نهاره بيرجع على بيته ما معه شي غرض يرضي أو يبسط ولاده فيه بينما هنن ولادهم بصرفوا آلاف الدولارات مو الليرات على أكل الشوكولات وإذا بوم صدقين اسألوا اللي يشتغل شوفير عند حدا منه أو من حواشيهم ايه ترجووا اسألوا خمسين سنة ولسه عم بيقولوا بدهم يصلحوا ويصححوا لحظة لحظة شاكرتي في بحصة زكرتيني لسه بدي بقها ما بقيتها بق بحصين بدل البحصة بق سيارة بحص ورمل إذا بدا هدول جماعة أبو شاورما وتصحيحوا بتحديث عم يطالبوا بمصاري لإعادة أعمارها إعادة أعمار شو يلي دمروه ولمين بدهم المصاري لجيوب الجيل الجديد يلي ناوي يحكم أولادنا وينهبهون متل ما الخمسين سنة هادنك راحوا من عمرنا وفرحنا أنا بدي اسأل الناس الكبارية الحلوين يلي بيتذكروا كل شي وحكيهن حكي حقاني هاي الشام يلي كانت قبل التصحيح هاي حلب يلي بتعرفوها أو حكولكن عنها أم التجارة والصناعة والحياة هاي حمص وحماة وسويدة ودرعة والدير والرقة وإدلب والعزكة وكل الأماكن لك هاي سوريا يا ترى كنا عايشين بإصلاح وتصحيح ولا بهموم وأهر يا ترى كلمة تصحيح يلي عم يحتفلوا فيها مو حولوها لورقة توت متل كل الشعارات ليخبوا كل عيوب هون وراها أعزاء شكرية المشاهدين والمتابعين وأعزائي شو يلي صححوا وصلحوا قدامنا مو لساتنا عرقنا مرقنا منشان ندفع فاتورة أو نخلص معاملة من دون ما تنهان كرامتنا القصة قصة ضمير ومفهومية نحنا عن حق كنا عايشين يا جماعة الخير ولا ما بنستاهل حياة حلوة وكريمة وميسرة وعسيرة الخير قال قرب حق حبة البطاطا للألف ليرة عنا شي حبة بطاطا نسلقها للغدا من خيرات هالإصلاح والتصحيح والذي منه القصة قبل شرق قبل شفت شكرا